نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفنا هنا في الستوديو الخبير الاقتصادي سيد عبد الرحمن الشيخلي أهلا بك سيد عبد الرحمن مرحبا مع تأخر العراق قرابة خمسين سنة في موضوع البطاقات الاعتمان لكن هناك اليوم سعي وخطة للدفع بهذا الاتجاه كيف تقرأ نتائج أو فوائد هذا الموضوع على المدى القريب والبعيد شكرا جزيلا إلى جنابك وإلى أخي العزيز وإلى مشاهديكم صراحة أنه قرار أتمتت العمليات المحاسبية وخاصة أجهزة الدفع الكتروني كان يفترض منذ عام 2017 يتخذ هذا القرار والبنك المركز يصدر قرار في 2018 بضرورة إلزام كل المصارف على استخدام هذه الأجهزة بمعدل 2500 جهاز POS لغرض استخدامه في هذا الموضوع لكنه ظروف الأحداث التي صارت بالعراق والمناكفات السياسية والأمنية وآخرة هذا الموضوع إلا أن بالفعاون الأخيرة وبعد حكومة السيد محمد الشاعر السوداني كان هناك أسرار كبير جدا على أنه هذه العملية يجب أن أتم بشكلها الطبيعي إحنا بصراحة اليوم إحنا ما بحاجة إلى حلول مالية بقدر ما إحنا بحاجة إلى حلول تكنولوجية التكنولوجية بالعالم والثورة الرابعة اللي صارت بالعالم لابد أنه نواكب هذه العملية ولذلك عملية استخدام أجهزة POS أصبحت من الملحات ومن الضروريات لها فوائد معروفة لكل المواطنين يعني وكثيرة هي بالسابق كانت أكو هناك مشاكل خاصة في أجهزة الصرافة الآلي اللي كنا نستخدمها يعني مو للفطاقات الدفع الكتروني كانت بها بعض الرسوم والأضرار يتحملها المواطن من يسحب ويدفع فلوس عليها أكثر من اللازم هذه العملية غابت الآن بالوقت الحاضر لأنهم الشركات الدفع الكتروني احنا عدنا بالوقت الحاضر عدنا 16 شركة دفع الكتروني تسعة من عدها أعلنت أنه صفرت كل أعمالها بجهود من الحكومة ومن رابطة المصارف العراقية صفرت كل الحسابات السابقة وبدت تبدي حسابات جديدة وبدون أي عمولات ولذلك المواطن ما يتحمل أي رسوم لهذه العملية ومجرد أنه يدخل على الموقع أو يتصل بأحد المصارف راح يقدر يحصل على هذه البطاقة بدون ثمنه لا وحيانا مو بس حيانا وإنما تصل إلى حد بيته هذه سيد عبد الرحمن يعني رغم الحملات اللي قاعدة تقوم بها المصارف شركات الحملات التروجية من الحكومة أيضا لكن لا زال حتى هذه اللحظة البعض يتخوف من فكرة البطاقة الإلكترونية طيبان شلون ممكن أسحب هذا المواطن هذه الشركة إلى جانب البطاقة الإلكترونية هل من الممكن مثلا أقدم محفزات لهذا الموضوع طبعا هو بالمناسبة شكره جزيلا سؤال مهم جدا وهذا الموضوع اللي يعاني من عند المواطن دائما ويتخوف من عنده طبعا هو واحد من أهم أشبابه قلة الثقافة لدى المواطن اثنين الأمية اللي احنا نسميها أمية الثقافة في مجال التكنولوجيا من كثير من المواطنين يعني رجالنا الكبار نسائنا صبياننا بعضهم ما يفهم لهذه المسألة فالشي سوى يروح يعتمد على بعض الشخاص اللي يحاولون أنه يخدعوا ويشوهون الصورة أنا عندي تقريبا مأشر أربع ملاحبات للمشاكل اللي ممكن أنه تأثر على عمليات نجاح هذا المشروع واحدة منهم المخاوف من اختراق النظام أنا أحكي بصورة عامة ما أحكي بصورة خاصة بصورة خاصة حيش أناها عن حدم الثقة والمخاوف والأمية اختراق النظام هذا موضوع لازم تكون عندنا أمن سبراني جيد جدا وأعتقد الدولة والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة خاصة شركات التفاعل الكتروني معتمدة على هذا الموضوع بشكل جدي الملاحظة الثانية بعض حالات الاحتيال والدخول على انترنت هذه حالة ظاهرة موجودة مو بس بالعراق موجودة في كل العالم فأيضا هذه يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار وهذا تشكل مخاوف لدى المواطن العادي الحالة الثانية بعض الأجهزة ويمكن صارت بعض المواطنين يعني يتحدثوننا يروح لمحطة لتعبئة الوقود يحط الكارت مالته ويقول له فشل العملية يدفع فلوس في عين حقيقة من يباوع الجهاز الموضوع المالته يشوف أنه استمل استقطاع المبلغ من عنده وهذا راح يتكارل المرتين فهذه العمل اللي ايش راح يسوي راح يفضر أنه يروح يقدم طلب مرة ثانية ويحاول أن يستعيده وهذه راح تكلف جهد ووقت والمفروض ما متين الموضوع الثاني لهذا العملية كله تعتمد على شبكة الانترنيت وشبكة الانترنيت جنابكم تدرون كل جنوان بالعراق دائما عندنا تلكه يسر بيها يعني على غفلة تنطفي الأجهزة الانترنيت وبالتالي تتوقف كل العمليات وهذه أحيانا يعني يمكن إذا ما جنابك أنت شايفها إحنا شفناها من تروح تاخذ يعني على رواتب التوطين تروح تاخذ تحط البطاقة ووقف الانترنيت لا راح تقدر تاخذ استسحب فلوسك ولا تقدر تسحب البطاقة وتروح بغير المكان نستثمر الوقت وجودك بسؤال آخر يعني ترك التعامل بالكاش اليوم يعني سحب الكتلة النقدية وتحويل المبالغ إلى أرقام كيف سينعكس ذلك اقتصادية طبعا أهم سبب طبعا هي كثيرة الأسباب وانا معددها بحلول أكثر من 12-13 سبب يمنعنا أنه نتعامل بالكاش لكنه واحدة من أهم الأسباب ما رد أذكر موضوع التاليف والسرقة ومدريشها معروفة لكنه هذه الأموال عندما تدور في قنوات المصارف والإدارات المصرفية راح تقدرين تستثمرها في الاستثمار مشاريع الاستثمارية اللي أحيانا الكاش ما عندنا بها هنا الكاش وين رح يصير رح ينحصر عبر أجلزة الكترونيين مباشرة ما رح تشيلها بجابك فالكتلة النقدية المصدرة طبعا بمناسبة إحنا عندنا 115 تريليون دينار إراقي مصدر هذه الـ 115 أكثرها مكتمزة عند المواطنين عدل الموجودة في المصارف هذه المواطنين رح يكون هناك عامل ثقة موجودة عند المواطنين وما يحتاج أن يرفع هذه الموال بجيبه رح وين تدور؟ الدور ضمن القنوات المصرفية وبالتالي ممكن استثمارها لتنشيط المشاريع الاستثمارية اللي احنا بالوقت الحاضر بدينا والحمد لله وبالتالينا كسب الإجاب على الاقتصاد العراقي جزيل أشكر لك على الخبيل الاقتصادي سيد عبد الرحمن الشيخي شكرا جزيلا